الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه مدنك هانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نكير فرنوغن واسرنوغن نصير تغلى لxo إقينا لاحقا لنن ن excuses حلقةAR حلقة أبننا حلقة جماعات يعيناها الطبي нами طبيعات وغيري بنين وآ attracts من ديوغن ينشاء الله رأم 10 النبي صلى الله عليه وسلم ندنبي وحي يعني قمخديبو من ورقايا سنك دونخن نانك تاريخ بدء النبوة ونزول الوحي تلقى بي نوم تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر قال الله تعالى شاهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أفالت على حديث الصحيحة أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر نقابنين يوم الاثنين كارا فجري فجر انتقي النبي صلى الله عليه وسلم تلقى أربا رمضان يوم الاثنين قرآن رمضان تلقمحه دليل نيوها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أربا رمضان نقرآن قام أخذيبه نينجن تاريخ بداية وحي النبي صلى الله عليه وسلم تلقى نزول الوحي بداية النبوة أو بدء النبوة ونزول الوحي من الله سبحانه وتعالى على رسول الله دليل ليغرها إننا أنزلناه في ليلة القدري يكون نبي صلى الله عليه وسلم نينجن تاريخ نينجن تاريخ نينجن تاريخ نينجن تاريخ معناها هذا وحيث أن ليلة القدري تقع في وتر من الليالي العشر الأواخر من رمضان وقد ثبت علميا أن يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة إنما وقع في اليوم الحادي والعشرين فقد أفاد ذلك أن نبوته صلى الله عليه وسلم إنما بدأت في الليلة الحادي والعشرين من رمضان سنة أحدى وأربعين من مولده صلى الله عليه وسلم وهي توافق ليوم العاشر من شهر أقسطس سنة ستمية وعشر ميلادية وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك أربعين سنة قمالية وستة أشهر واثنتين عشر يوما هو يساوي تسعة وثلاثون سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما فكانت بعثته على رأس أربعين سنة شمسية صلى الله عليه وسلم نا نيني عمر دي ني تاريخ دي النبي صلى الله عليه وسلم ذن بحسات وهابرين تتين وتقامتين وهابرين تريتين نا نايني سنقن النبي صلى الله عليه وسلم هجري تيدر سنة أحدى واربعين ني عمر لأربعين دي من مولده وهي توافق اليوم اليوم العاشر من شهر أغسطس قرقة شكاتري أربع سوخات طرق ميتات والطليق دي شكا أكون سك ميلادية وكان عمره أنا ذاك أربعين سنة نيني قن رمضان في تلك من السنة إنما وقع في اليوم الحايد والعشرين في نايني رمضان تلد نايني رمضان تلد نايني رمضان تلد واحد واربعين عكم سكي جلتد نايني مولد النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ من تاريخ ميجرته تاريخ من ميلاده نايني سنقن نين تاريخه طيب فترة الواحي ثم عودته وكان الواحي قد فترة وانقطع بعد أول نزوله أترى يعني شوية كده مولة أسيخ طوال أسأسر لقاملة أيام أنقطعهم وحي انترلوا من دي الدنبي مانا فترة نيس وعنون لقلهم وراح أصرفهم بيبو وكان الواحي قد فترة أو فترة يعني شوية شعب بروخ وانقطع بعد أول نزوله في غار حرائي كما سبق ودام هذا الانقطاع أياما أيام السيخ في غلا فترة السيخ أيام انتلاني وقد أعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حزنق مرة السفسق يعني انقطعه ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع فقد ذهب عنه الروع يعني مصلحة فضل جاء رغد انقو ايدي انهو كادي ان مرة اطراف اكنادي نين نيوك فاروخ منه ما الله سبحانه وتعالى حكمت نيو حكمت القتدي بنا انقطع نين حكمت نيوك فاروخ منه ما سبط سما دخور صلى الله عليه وسلم رذاب عنه الروع وثبت من امره وتهيأ لاحتمالي مثل ما سبق حينها يعود ندنبي كم كم سخدلوخ خلاص يعني ارتياحد ارتباك انقطعب انقط يعني كلا براح اخو المحادث امره وتهيأ لاحتمالي مثل ما سبق حين يعود وحصل له التشوق والانتظار واخذ يارتقب مجيء الوحي مرة اخرى وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عن دوار قبل نوفا الى حراء ليواسل جواره في قاره ويكمل ما تبقى من شهر الرمضان فلما انتهى شهر رمضان وتم جواره نزل من حراء سبيحة قرة شوال ليعود الى مكة حسب عادته قال صلى الله عليه وسلم فلما استنبطت الوادي اي دخلت في بطنه نوديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا ونظرت امامي فلم ارى شيئا ونظرت خلفي فلم ارى شيئا فعرفت فرفعت فرفعت رأسي فرأيت شيئا فاذا المرك الذي جاءني بحراء جالت على كرسي بين السماء والارض فجثئت منه رعبا حتى هويت الى الارض فأتيت خديجة فقلت زملوني زملوني دثروني وسبوا علي ماء باردا فدثروني وسبوا علي ماء باردا فنزلت يا ايها المدثر ام فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الله اكبر نفترة ندنبي نحن 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 ندنبي أيام ندنبي فرونس ونوادي تلعا كونس نحن نحن ندنسي انسلف اقرأ يا اخوية بردع حسن المنغور كورسي الكافي المغني تقع شمع يقع على سنك لا قراج لا قراج لا قراج يفعل قراج اقرأ ملك انساك اقرأ سلف نفس ملك ملك نحن اقرأ كورسي الكافي ونحن كورسي 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 سوف ونحن اقرأ ملك القراج ونحن اقرأ 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 كورسي ايها المدثر. الله سبحانه وتعالى. يا ايها المدثر. نداء. شماو كل لنكو. نقنقى ساسا ربا. يا ايها انتسار دهار. انتسار دهار. قم فانذر. فانذر. او كوكو سي. تنقع صي لهم انذار اسقلهم. وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجم. وذلك قبل ان تفرض الصلاة ثم حمي الوحي وتتابع. نوقت نيس. سلاة. فرصر الرقلة. وندم بي. انوحي طوال. اساسر لي. تتابع. اساسر لي. انترف اخو. قم اخو. وهذه الاية هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم. ناكاني تلد. ما نانا باسق. ناكاني تلنان رسالة تريتي. اما نبيا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي متأخرة. عن النبوة. بمقدار فترة الوحي. وتشمل على نوعين. من التكليف. مع بي ما يترتب عليها. يا. والمعنى نباسو. قلنا. اقرأ. يقول له. ناانا. رسول اخو. من المدسر. سلاة قاملة القتي. نين يا. لي نسف الشمالته من التكليف. مع بي ما يترتب عليه. قلنا نقلنا لي نسن. عدنا رسالة دو. لا رياء. اما النوع الاول. فهو تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاقي والتحذير. يبلغ الناس. جار نيد نيد سوكم اعبد الله. والتحذير. شرك لدر. انقع اقصان. وذلك في قوله قم فانذر. قوي. ما انذرنا كوكوسي. فان معناها حذر الناس من عذاب الله. ان لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال. اننا يجيedereen يبرغ Search for và dados. اننا يخرج exhibit ضداء. اننا وهم نظMer الضلال وعبادة غير الله المتعال كان عبدنا دو كرنا عبدنا دو عجوة عبدنا دو ناسم بو منهم جارس عبدا يقول لهم توحيد ان تركوا لهم كوالنبي صلى الله عليه وسلم والاشراكوا به في الذات والصفات والحقوق والافعال ناو كنتنم درونا في ذات الله ني افعال دي ني انت اقوال دي ني صفات لير ني ذات لير انت اقوال دي ني حقوق لي الناشاني وحبادة غسي صرف تشعطين تصرف لله وحده وتعالى لله وحده ولا شريك له نين النوع اول ان ايات شمل دخوله ان ايات دمان سرخوله ان ايات قابل يوضي يقول النوع اللي غير هوراني قنان اندي انبنى اول اكا نين انبنى اللي غير قن انبنى اللي غير لي فتكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق اوامر الله عز وجل سبحانه وتعالى والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضات الله عز وجل ويسير اسوة لمن امن بالله وذلك في بقية الايات في قوله سبحانه وتعالى وانا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نكو سلنا ايات نسطنبقه نقران سطنبقه التزمه اولا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم التزم رو ابو تطبيق روور اه نيدنبك اني امنو نيدا امنانا ومن رسحت امنو نيدتابعولو ناد قدوتنا واخره اقولهم ان قدامنا اصار فردنو استفيدنو انه وحي جاره اه في قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر معناه قصه بالتعظيم تكبير الله اكبر وانا قلنا الله اعظم قن يعني ربي عظيم قن جاره عظيم قن ني انقات اللاني ايشان كذا ينو كانان سلاة وكسي الله اكبر واسلا دمي سنعت عليك عظمق بركات اختج بن سنعت انتسرع لدكا يعني لا بارك الله في عمل يشغل عن السلاة يعني مثلا الله اكبر واسلا دم بنتي تعظيم قن اعظم شيقن الله اكبر دمي خلاص يعني الله اعظم قن عناها وربك وربك فكبر يقول لكم يعني بمعناها خصه بالتعظيم خاص خاصية التعظيم يسيقلك جاره ما ناول قن فانذر يقول له نا وربك فكبر ولا تشرك به في ذلك احدا غيره ولا تشرك به في ذلك احدا غيره قوله تعالى وثيابك فطهر المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد اذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين ايديه ان يكون نجسا مستقدرا يعني اصيابك فطهر سنكون طهر اخطه شهره لان جار جابل الدويق طهر نظيف اخره شهره والرجزة فاهجر معناها ابتعد شيري من اسباب سخط الله وعذابه وذلك بطاعته وترك معصيته وقوله ولا تمنون تستكثر اي لا تحسن احسانا تريد افضل منه في هذه الدنيا اي لا تحسن احسانا تريد افضل منه في هذه الدنيا يعني ان شاء الله اصر الله ان يوفرنا ان شاء الله اما الآية الاخيرة فاشار فيها ما يلحقه من اذى قومه ما يلحقه من اذى قومه هنا يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم الى الله واحد وفقال ولربك فاصبر يعني الله سبحانه وتعالى هيا اكل لنكو رتبو كل لنكو قارجو كل لنكو لكنهم عجل expansion من بماننا نفسهم هنا ستذكر amazing کوهش عرفة هو الشيÓ في العق Fam في عق peace في عقاب اخي واخر اخي درóg ان ازالنا يتولنام قوين يير اللوم يركلنام قروخ ناواجوش دونوغن إغلكا أذاهم أقول إغلكا مقلي دونوغن حارب دونوغن دخي دونوغن انتقاساسي دونوغن عباب دونوغن كوغر للقعبي دونوغن نميمتي دونوغن ديبك قطع دونوغن ديبك الناقص دونوغنك لكن تسبته لربك فاصبر سبر سي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله اشتركوا في القناة